اشتركوا في القناة والسفير محمد إلياس الحاج السفير السوداني بالقاهرة وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل دفعها في كافة المجالات وكذلك القضايا الإقليمية الراهنة محل الاهتمام المتبادل وقد رحب السيد الرئيس بالفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالقاهرة طالبا نقل تحياته إلى أخي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية ومعربا عن التطلع لمواصلة التعاون والتنصيق مع السودان الشقيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل وذلك تعزيزا للروابط الأزلية بين مصر والسودان ووحدة المصير والمصلحة المشتركة كما أكد السيد الرئيس أن موقف مصر اتجاه السودان الشقيق ينبع من الترابط التاريخي الذي يجمع شعبي وادي النيل وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف وطالما مثل نهجا ثابتا للسياسة المصرية على مدار الزمن من جانبه نقل الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى السيد الرئيس تحيات أخيه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وجميع أعضاء مجلس السيادة السودانية مؤكدا على الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية السودانية واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التي تعد مركز ثقة للمنطقة العربية والقرى الأفريقية ومحور صون الأمن الإقليمي بأسره مشيدا في هذا الصياق بالمواقف المصرية الصادقة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية الراهنة وقد شهد اللقاء التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية في منطقتين القرن الأفريقي وحوض النيل حيث اطلع السيد الرئيس من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الأثيوبية كما تم استعراض آخر التطورات فيما يتعلق بقضية سد النهضة حيث تم التوافق على أهمية استمرار التنصيق المتبادل والتشور المشترك المكثف لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين والمنطقة بأسرها ترجمة نانسي قنقر